جزيلا حامد ونبدأ ملفات العربي من تصريحات ملفثة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود البرية السورية الأردنية خاصة أنها تأتي بعد أيام من عقد الاجتماع التشوري لوزراء خارجية عرب في العاصمة عمان بشأن سوريا وزير الخارجية الأردني قال في مقابلة مع شبكة سي أن الأمريكية قال إن بلاده عانت ولا تزال تعاني من عمليات التهريب ملوحا بإمكانية تنفيذ الأردن عمليات عسكرية في سوريا لأجل القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود البرية إذا لم تر عمان إجراءات فعالة للحد من التهديد الخطير الصفدي أبدأ حزما في تعقيبه على مسألة تهريب المخدرات المتواصل من سوريا قائلا إن الأردن لا يتعامل باستخفاف مع هذه المسألة ومشيرا إلى أن بلاده ليست المتضرر الوحيد من هذه المخدرات التي تهرب إلى دول خليج ومناطق مختلفة من العالم تصريحات الوزير الأردني تأتي بعد نحو أسبوع من أحباط السلطات الأردنية عملية تهريب لكميات كبيرة من أقراص الكابتاجون قادمة من الأراضي السورية والتي تزامنت أيضا مع زيارة وزير الخارجية خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى عمان للمشاركة في الاجتماع التشوري مع وزراء خارجية مصر العراق والسعودية والأردن النظام السوري وفي البيان الختامي للاجتماع التشوري أعلن موافقته على العمل مع الأردن والعراق من أجل تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريب المخدرات عبر حدوده واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود معهما الأردن وفي ظل استدامة الأوضاع المتوترة على الجبهة المقابلة لحدوده داخل سوريا تحديدا محافظة درعا اضطر إلى الاستعانة بروسيا من أجل الضغط على النظام السوري لضبط الحدود بين الجانبين وفي هذا الصدد زارة أليكساندر لفرينتيف مبعوث الرئيس الروسي كلا من عمان ودمشق مطلع العام الجاري بينما أعلنت تقارير إعلامية عن تدابير أمنية اتخذتها دمشق من أجل التصدي لعمليات التهريب عبر الحدود نبحث في تصريحات وزير الخارجية الأردني وتوقيتها مع ضيفي من عمان فرس فارس البريزات وزير سابق وأستاذ العلوم السياسية وحاليا رئيس مجلس إدارة شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية تحياتنا أستاذ فارس وشكرا لحضورك سأسأل عن التوقيت توقيت تصريحات وزير الخارجية الأردني والتي كما ذكرنا أنها جاءت بعد أقل من أسبوع من اجتماع تشاوري اعتبر بنظر الكثير من المحللين الأردنيين أنه كان ناجحا وأن النظام السوري قدم تعاونا والتزامات تجاه نقاط عدة منها هذه النقطة فلماذا الآن أيمن الصفدي يلوح بإمكانية تدخل عسكري شكرا على الاستضافة السيدتي وأسعد الله مساءكم جميعا هي ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الأردن عن عدم رضاه عن أمن الحدود مع سوريا وهي ليست المرة الأولى أيضا التي تضع فيها الحكومة الأردنية على طاولة المفاوضات مع الجانب السوري سواء كان بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة أو من خلال العلاقات الأمنية والعسكرية بأن هذا الموضوع مقلك ويؤثر على الأمن في الأردن وفي دول الجوار أيضا مثل المملكة العربية السعودية التي تنتهي كثير من هذه المخدرات التي تهرب من سوريا عبر الحدود الأردنية في أراضيها تصريح معالي وزير الخارجية اليوم يأتي للتأكيد على أن هناك التزامات التزامة بها وزير الخارجية السوري سواء كان في اجتماع عمان أو في اجتماع جدة بأن تقوم سوريا وتتقوم الدولة السورية والجيش السوري بإجراءات على أرض الواقع تمنع إنتاج هذه المخدرات وتهريبها من قبل العصابات الإجرامية التي تقوم بمثل هذا العمل ويجب أيضا كان اتفاق هناك على أن تقوم الدولة السورية أيضا بتنظيف تضمن ولكن عذرني للمقاطع أستاذ فارس حديث وزير الخارجية الأردني بعد الالتزامات التي تذكرها والتي قدمها فيصل المقداد في اجتماع عمان توحي أنه لا ثقة بما تم الحديث عنه من قبل النظام السوري والتزاماته بهذه النقطة فالتصعيد من خلال هذا التصريح التلويح بعمل عسكري داخل حدود سوريا يعني يبدو كأنه يضغط لأنه غير واثق بما تم في عمان أنا تقديري أن هناك طبعا ما يتم العمل عليه الآن هو خطوة بسيطة جدا في عملية طويلة لإعادة تأهيل سوريا وأدخالها إلى النظام الأكليم العربي جامعة الدول العربية والعملية التي تعمل عليها الأردن مع عدد من الدول العربية اليوم لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية عملية باتقادة أنها لن تؤتي ثمارها بشكل سريع وآنوى أن تقوم سوريا بالالتزام بجميع الالتزامات فورا لذلك أنا تقديري أن تصريح معالي وزير الخارجية كان واضحا وهو قال في حال أنه لم نرى إجراءات على أرض الواقع ستقوم الأردن بإجراءات لوقف التهريب وليس لأي شيء ثاني ولكن هناك نقطة أخرى لافقة أيضا من ناحية إذا كنا نربط الأحداث بعضها ببعض وتتوالي الأفعال أيضا حديث أيمن الصفدي جاء بعد اتصال أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والذي أعاد تأكيد موقف واشنطن الرافض للتطبيع مع النظام السوري ما لم يكن عبر مواثيق الأمم المتحدة والقرار 2254 فهل هذا برأيك كان له أثر؟ لا أنا تقديري أن الجميع يتفق سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو الدول العربية على أنه يجب أن يكون هناك حل للصراع في سوريا الذي يؤثر ليس فقط على المواطنين السوريين وعلى الأمن الأكليم وأنه أيضا على الأمن العالمي ما نراه اليوم من ازدياد تجارة المخدرات لا يتوقف فقط عند الحدود الأردنية السعودية أو الحدود العراقية السورية وأنه أيضا ينتقل إلى دول أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية هناك مصانع كبيرة تهرب عبر الحدود التركية وتهرب إلى آسيا الوسطى وتهرب إلى أوروبا وإلى ماكن أخرى لذلك القضية قضية عالمية الكل مجمع لأنه يجب أن نبدأ بالبحث عن حل القضية السورية واعتقادي أن ما قامت به المبادرة الأردنية الآن جرت عديلات عليها لكي تتوائم مع التغيرات الأكليمية والدولية التي حصلت مؤخرا لكن أنا باعتقادي أنه صحيح أن الولايات المتحدة لغاية الآن تقول بأنه لا للتطبيع مع النظام السوري ولديها موقف حاسم وأيضا الدول الأوروبية التي تحدث إليها معالي وزير خارجية اليوم وأمس خلال اتصالات هاتفية لكن ما تقوم به الأردن اليوم هو البدء بعملية حل الصراع السوري تماما المفهوم هذه النقطة مهمة أستاذ فارس والأهم ما ذكرت حضرتك سابقا بأن النتائج لن تظهر فوريا لأنه هناك الكثير من الملفات المعقدة ولكن إن عدنا إلى جزئية الكبتاجون وجزئية المخدرات التي تصل للأردن وليدول أخرى من سوريا يعني الدراسات طويلة والمصادر الموثوقة وصولا لما تم استنتاجه وقانون الكبتاجون الذي يدرس أمريكيا وربما في نهاية هذا الشهر ستتوضح معالم قانون الكبتاجون المعلومة تقول بأن النظام السوري يستفيد من تجارة المخدرات بما قيمته 6 إلى 7 مليار دولار سنويا فهل هناك فعلا اعتقاد بأن النظام السوري سيتخلى عن هذا الدخل وهو بهذا الوضع الاقتصادي وهو بهذه الحالة أنا باعتقاد أنه لا يوجد خيار إلا أن يتخلى عن مثل هذه التجارة التي ترتبط بتجارة الأسلحة والأرهاب أيضا لأن المجموعات التي تقوم عليها تقوم بغسيل أموال وتقوم بتهريب أسلحة وجريمة منظمة بما في ذلك الاتجار بالبشر لذلك إذا أراد النظام السوري وإذا أرادت المؤسسات السورية يعني تعيد أو تعود إلى جامعة الدول العربية وإلى النظام الدولي بكافة أشكال ويجب أن تقوم بذلك صحيح أن هناك خسارة كبيرة لهم ولكن هناك أيضا فوائد على الجانب الآخر أكبر بكبير من 6 مليار أو 7 مليار دولار لأن التجارة التي تعطلت نتيجة الأحداث ونتيجة عدم موجود أمن في سوريا على الأقل من التجارة الأردنية من خلال البرادات إلى الشاحنات الخضار والفواكه إلى أوروبا تدر دخل كبير جدا والتجارة عبر سوريا أيضا بين تركيا والأردن ودول الخليج هناك والتجارة مع العراق باعتقاد أن هذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يمكن أن تتحصل عليه الدولة السورية من موارد مالية من الضراء والجمارك ورسوم العبور وما إلى ذلك في حال استتب الأمن والاستقرار وتمكن أن يجيؤون أيضا من العودة إلى ديارهم سالمين شكرا جزيلا لك من عمان فارس البريزات وزير سابق وأستاذ العلوم السياسية شكرا